هل يقع الطلاق البدعي كما يقع الطلاق السني ويقول معظم المتعلمين أن كلمة أنت مطلقة يقع الطلاق في أي حال الطلاق البدعي أن يطلق الزوج زوجته في طهر جامعها فيه أو أن يطلق ثلاثة القات في دفعة واحدة أو أن يطلقها وهي حائض أو نفسة فهل هذا الطلاق يقع أم لا قال العلماء هذا الطلاق يقع مع الكراهة وأما عن لفظ أنت مطلقة فهو لفظ صريح للطلاق بمعنى أنه وقع طلاق عليها تقول امرأة الحمد لله أنا أصلي لكن صلاة الفجر لا أصليها إلا بعد طلوع الفجر لأني مريضة وأتعالج ولذلك لا أصحى في هذه الحالة يجب عليك أن تأخذ بالأسباب وكأن تنامي مبكرا وطربة المنبه وتخبر الأهل بأن يوقذوك على صلاة الفجر وأن تدعو الله عز وجل أن يعينك على ذلك وإذا لم تستيقظي فماذا يجب عليك أن تفعلي أولا أن تتوضعي ثم تصلي قضاء مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها نسأل الله لك وللمسلمين الشفاء هل يجوز أن أدفع الزكاة لأمي؟ الأشخاص الذين لا يعطون الزكاة هم الأب والأم والزوجة والأولاد والجد والجدة أما الأخوة الفقراء وأبناء العم والأبناء الخالة وغيرهم من الأقارب فيجوز إعطاؤهم الزكاة أخذ تقول أريد أن أوصل لكم رسالة عن طريق القناة فقد وقعت في مصيبة بسبب لعبة البوبجي وأنا الآن أحذركم فهل من مستمع؟ تقول زوجي تعرف على بنت مصرية على لعبة البوبجي ثم تكلم معها عن طريق الشات وبعدها ساءت علاقتنا مع بعض وعندي منه ثلاثة أطفال وبعد قراءة للمحادثات وجدت أنه يوعدها بالزواج والسفر إليها إلى مصر وحاولت أن تواصل معها لكي أعدها عن بيتي وعن زوجي لكن قال لي زوجي بعدما اكتشف الأمر إذا أخبرتيها أو أرسلت أحد يخبرها فأنت طالق وبعد ذلك قال لها عندما أسافر إلى مصر سأطلقك فماذا أفعل الآن؟ انصحوني وهذه رسالة مستهجلة إلى جميع الأزواج والزوجات إذا كان شريك حياتك يلعب البوبجي احذر من هذه اللعبة الخطيرة سأل شخص عن كفارة الجماع في نهار رمضان هل يكفي إطعام ستين مسكين أم يجب الصيام وقضاء اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه الكفارة وهي الصيام ستين يوما فإن عجز فيطعام ستين مسكين ويجب عليه مع الكفارة القضاء لأنه أفسد صيامه متعمدا فيجب عليه مع الكفارة القضاء أقول أخت زوجي برمضان قبل الإفطار بخمسة دقائق حدست مشكلة وشريب الماء وكفر بالله عز وجل فهل يجب عليه أن يطعام ستين مسكين الحدود الشرعية والكفارات هي توقيفية بمعنى أنه لا يحق لأحد أن يزيد فيها أو ينقص أو يبدل بينها وأما عن كفارة أطعام ستين مسكين فهي كفارة الجماع في نهار رمضان وليس الكفر بالله عز وجل والإفطار أما عن كفارة ما فعل زوجك فيجب عليه أن يتوب لله عز وجل وينطق بالشهادتين ثم يصوم ذلك اليوم الذي أفطر فيه وهذا أقل ما يقوم به في هذه الجريمة التي فعلها في نهار رمضان وحقيقة لو كانت الحدود الشرعية الآن غير معطلة لكان حكمه حكم المرتد والعياذ بالله هل نشر الآيات القرآنية على برنامج التيك توك جائزة أم حرام هكذا أرسل أخ يسأل القناة هذا الجواب أوجهه للإخوة أصحاب الصفحات الدعوية على التيك توك إذا وضعت آية من القرآن الكريم أو حكمة أو وعظة تبتغي بها وجه الله ونصح الناس فأبشر لأن كل شخص ينتفع بها لك فيه أجر وكل شخص شارك معك هذا المقطع ووصل إلى غيره لك مثل أجره فأبشر بالخير الكثير الذي ادخره الله لك يوم القيامة وحتى بعد وفاتك تبقى هذه المقاطع صدقة جارية لك تصلك إلى قبرك فأبشر ولا تقف واستمر اللهم كل من شارك هذا المقطع اجعل له أجرا إلى يوم القيامة يسأل أحدهم زوجها مفطر في رمضان لأنه كان مجاهد في سبيل الله وعندما عاد إلى البيت أفطر وجامع زوجته ومات قبل أن يؤدي الكفار التي عليه فما الحل؟ المجاهد الذي سافر من بلده لا صيام عليه قولا واحدا وأما المقيم إذا شق عليه الصيام فيحق له الإفطار لكن يجب أن يشق عليه الصيام وإذا كان مفطرا لهذه الرخصة ثم جامع زوجته فلا شيء عليه لأن حكمه حكم المسافر لكن الأفضل أن يمسك باقي النهار حتى لا يسد صيام زوجته هل يجوز للزوجة أن تضع مكياجا خفيفا أمام السلف؟ قبل الجواب هناك مقولة مشتهرة بين الناس وهي أن أخو زوجي مثل أخي وحقيقة هي حبل من حبال الشيطان ليقع بها الأخوة والأزواج في الفاحشة اسمعوا أخوات الزوجات قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الحمو الموت يعني أن الخوف منه أكثر وأشد من الخوف من الغريب والشر قد يقع منه أكثر من الغريب لأنه يستطيع أن يصل للزوجة ويختلي بها من غير أن ينكر عليه أحد بحكم أنه يسكن معها في بيت واحد فالرجاء انتبه أيها الأزواج وانتبه أيها الزوجات تقول زوجة هل يجوز للزوج أن يقول في كل وقت أريد أن أتزوج الثانية ويقصد في ذلك إذا عاجت زوجة الأولى وبالعلم أنها لم تقصر معه بشيء حالك ذكرني بحال الأسير المكبل الذي يأتيه كل يوم سجانه ويضع السكين على رقبته ويقول بدي إدباحك هكذا تشعر الزوجة عندما يقول لها زوجها بدي إدزوج الثاني تشعر كأنها سيذبحها حتى أن بعض الزوجات تشعر بنغزة في قلبها عندما تسمع هذا الكلام وهو يضحك ويمزح معها اتق الله يقول الله عز وجل لك وعاشرهن بالمعروف فهل هذا المعروف الذي أمرك الله به؟ ما حكم الجماع بعد الطلاق الرجعي؟ إذا طلق الزوج زوجته طلقة الأولى أو الثانية ثم جامعها إذا نوى إرجاعها هذا جائز على مذهب الإمام أبي حنيفة لكن الأفضل أن يردها أمام شاهدين وبلا فضل رددتك إلى عصمتي أو أرجعتك أما بعد الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها تقضي عدتها ثم إذا شاء الزوج الأول أن يردها فله ذلك جاءنا سؤال مؤلم وفيه أن زوجة قربت على أخو زوجها وبعدها تابت لله عز وجل ولكن السلف دائما يحاول معها ويهددها إذا لم تفعل ما يريد سيخرب بيتها وأنا أسأل إذا الزوج وقع في هذه المصيبة وهي الخيانة الزوجية إلى من يفزع؟ سيفزع أولا إلى أبيه وأخوته فكيف إذا كان أخوه الذي سيفزع إليه هو الذي ارتكب هذه الفاحشة والذي يحميه من ظهره هو الذي طعن بظهره أيها الأخ اعلم أن شرف أخوك هو شرفك وأن عرضه هو عرضك فاحفظ ماء وجهك واتق الله فجرمك أعظم من الزنا لأنك ارتكبت الزنا ومعه قطيعة الرحم وخيانة أقرب الناس إليك وعلم أن الزنا دين إذا استقرطته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي سؤال مميز من أخ مميز يقول فيه أردت أن يستأجر محل لكن طلب مني المستأجر القديم الفروق فهل هذا جائز أم حرام خلو الرجل أو الفروق هو أخذ عوض مالي مقابل تسليم المحل أو البيت فمنهما هو جائز ومنهما غير ذلك وأما الحالات التي يجوز فيها كان يدفع المستأجر القديم أجار سنة كاملة ثم يسلم المستأجر قبل انتياه هذا العقد فيأخذ المبلغ المتبقي وأيضا أن يصلح العقارة ويشطبه حتى يصلح جاهزا للاستخدام والانتفاع فهذه المبلغ يمكن أن يأخذه من المستأجر الجديد وحتى بالسعر الجديد أو أنه قد دفع تأمين لصاحب المحل فيمكنه أن يأخذه من المستأجر الجديد حتى يخرج من المحل هل يجوز إرضاع الطفل في حالة الجنابة جميع النساء ترضع أطفالها في وقت النفاس والنفاس والحيض حكمه كحكم الجنابة بالشرع فلا يوجد علاقة بين الإرضاع وبين هذه الأحكام ولا تسبب هذه الأحكام ضرر في الحليب الذي سيرضعه الطفل فلا حرج إذن في إرضاع الطفل على الجنابة شوفوا على التعليق لما قرأت حسيت حالي كأنه رفيئي بالجيش عم يتكلم معي الله يعلمنا الأدب يقول في التعريض وهو يعترض أن كفارة الجماع في نهار رمضان ليست ستين مسكينا وإنما من طعم مسكين واحد ثم منقضي هذا النهار وانتهى الموضوع إذن هو يقول أن كفارة الجماع في نهار رمضان إطعم مسكينا واحد ولا حرج بعد ذلك ثم يقضي هذا اليوم والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا منذ 1430 عاما تقريبا من جاء مع زوجته في نهار رمضان يجب عليه اعتق رقبا فإن لم يجد فصيام ستين يوما فإن لم يجد تطع فإطعام ستين مسكينا فنحن بنأخذ بكلام من بكلامك أم بكلام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ننتظر الإجابة منكم أنا قتلت عدد من القطط كانوا يؤذوننا ويوسخون الفراشة ولكن ما كنت أعرف أن قتلهم حرام فماذا أفعل؟ يا أخي ألا تعلم أن امرأة عذبت هرة فسجنتها حتى ماتت فدخلت بسببها النار وأيضا أن امرأة بغية أي زانية سقط كلبا شربت ماء فغفر الله لها وعتق رقبتها وأدخلها الجنة ألا تعلم أن للحيوان حرمة عند الله عز وجل فلا يجوز لأحد أن يقتل القطط والكلاب والحيوانات إلا إذا كانت مؤذية أذن لا يمكن دفعه فإذا كانت هذه القطط مؤذية وحاولت تردها أكثر من مرة ولم تخرج فلك حينئذ قتلها سؤال مهم جدا جدا هل يقع طلاق الغضبان؟ هذا فحو السؤال الذي أرسله الأخ سننقل الجواب من الموسوعة الفقهية الكويتية وهذا هو النص أن الغضبان لا أثر له في صحة تصرفات الإنسان القولية ومنها الطلاق وهو موضوعنا إلى أن يصل الغضب إلى درجة الدهش يعني مثل ضرب مخ وفصل هيك يعني بالعامية فإن وصل إليها لم يقع طلاقه لأنه يصبح كالمغمى عليه ثم عرفوا المدهوش وهو الذي غلب عليه الخلل في أقواله وأفعاله الخارجية وذلك أخرجه عن عادته بسبب غضبه الذي يترى فإذا وصل الزوج إلى هذه المرحلة ونطق بالطلاق وهو لا يعي ما يقول فلا يقع طلاقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق هل يجوز الاستحمام بحمامات النساء العامة؟ قديما لا يوجد حمامات في بعض البيوت وهذا الأمر الذي اضطر بعض النساء أن تذهب إلى حمامات العامة ولكن الآن الحمد لله لا يوجد بيت إلا وفيه حمام إلا النادر فإذا دعت الضرورة إلى دخول الحمامات العامة فيجب على المسلمة أن تراعي الضوابط الشرعية من ستر العورة من السرة إلى الركبة وكذلك عورة غيرها عليها فيجب أن تراعي هذه الأمور حتى لا تقع الفتنة هل يجوز تشقير الشعر الزائد في الحاجب؟ هكذا سألت أخت من داعمين القناة هذا السؤال المهم اسمعوا أيتها الأخوات نتف الحاجب أو تشقيره ورسب الحاجب فوقه هو ما يسمى في زماننا الفيلر وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عنه النمص أما عن حكمه فانظروا إلى هذا الحاجب هذا السياج لا يحق لأي امرأة وخاصة من تعمل في صالونات الحلاقة أن تقرب منه وتنتف الشعر منه ولا حتى أن تضع عليه التشقير ثم ترسم فوقه الحاجب فهذا يسمى من النمص المحرم فالنامصة والمتنمصة ملعونا بحديث النبي أما باقي شعر الوجه وما فوق الحاجب فيجوز للمرأة أن تزيله أو تشقره على الخلاف الموجود بين العلماء هل قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة للميت يصل له أم لا؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم توفي أشخاص كثيرون هم أغلى الناس إلى قلبه ومع ذلك لم يرد عن النبي ولا الصحابة أنهم قرأوا القرآن وأهدوا ثواب هذه القراءة إلى الميت فقراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة إلى الميت لا يصل وهذا قول المالكية والشافعية فقد قال إمامنا الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه في قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى يعني لا يقبل منه القراءة القرآن والصلوات إلا التي أداها في حياته وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله يعني انتهى عمله وعلى هذا القول الختم التي تتلى في المآتم لا يصل ثوابه إلى الميت وإنما يصل الدعاء الذي يدعى للميت في هذه المآتم تقول أن زوجها يحلف كثيرا بالطلاق ويكفر أحيانا ومن فترة حلف عليها وهي ليس لها أحد فهل تعتبر مطلقة منه؟ الحلف بالطلاق من أخبث الأيمان وأبغضه عند الله عز وجل إذا رفع يده عن فقده يقول عليه الطلاق وإذا أنزلها يقول عليه الطلاق فالطلاق ليس يمينا نحلفه متى أردنا وإنما هو والزواج كلمة لاستحلال الفروج وتحريم الفروج فقط لذلك الأمر خطير جدا فقال العلماء من قال علي الطلاق لا أخرج من البيت هذا اليوم ثم خرج يقع عليه الطلاق وهكذا فيجب عدم التلفظ بها بالطلاق إلا عند الحاجة وهي الفراق هل يجوز لي أن أتبنى الطفل؟ لا شك أن التبني حراب لأنه ينسب إنسانا إلى نفسه وهو ليس ولده ويجعله من أفراد العائلة يدخل على النساء ويرى العورات وقد ينام معهم في بعض الأحيان وغيرها من الأمور لا يسعن التكلم بها وهذه العادة كانت في الجاهلية ولكن جاء الإسلام وأعاد الأمور إلى نصابها فقال الله عز وجل أدعوهم لآبائهم هو أقصة عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ولكن يجوز لك كفالة اليتيم ولك فيه أجر عظيم هل يمكن للمرأة أن تزور القبور زيارة القبور جائزة للنساء ودليل ذلك أن السيد عائش رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وهي التي علمتنا الدعاء الذي نقرأه عند زيارة القبور وقد قالت قد نهينا عن زيارة القبور ثم رخص لنا رسول الله ذلك وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي على القبر فقال لها اتق الله واصبره ولم يمكن عليها زيارتها لهذا القبر أخت سألت هل حرام أن أحب شخصا بيني وبين ربي عسى أن يكون لي وأنا لا أصرحه في ذلك عندنا مثل عمي يقول المحبة من الله وحقيقة فالإنسان لا يملك قلبه ومشاعره لكن يجب عليه أن يضبط هذه المشاعر ويتحكم بها ولا تتحكم به حتى لا تجره إلى نتيجة لا تحمد عقباها وأنصحك أن تكون جريئة مع نفسك وصرح له بطريقة غير مباشرة بإمكانية الزواج فإذا قبل ذلك على كتاب الله وسنة رسوله فحي وهلا فإن أبدى تجاهله فلا تجغل نفسك بهذا الأمر وصروا في نظرك عنه هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته أكثر من عشر مرات هكذا سألت أخذ من داعمين القناة الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الطلقة الأولى والثانية رجعية يمكن أن يردها أما الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها طلاقا صريحا أو يموت عنها ثم تقضي عدتها وتعود إلى زوجها الأول أما التتيس فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله المحلل والمحلل له هل يمكن للمرأة أن تسافر لوحدها نعم لا يجوز لها ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لكن هناك حالات قال عنها العلماء أنه يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها فيها وهي كأن كانت في بلاد الكفر وأرادت أن تهرب بدينها إلى بلاد الإسلام أو أنها في بلاد فيها فتنة وتخاف على نفسها فتذهب إلى بلاد آمنة من هذه الفتنة أما السفر لأداء الطاعات أو للسياحة فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم متى يبدأ الطفل الصيامة؟ وبالنسبة للأنثى أي من العلمات البلوغ تشير على بدء الصيام لها؟ قال علماؤنا يؤمر الطفل بالصيام بسن السبع سنوات قياسا على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر ويجب الصيام عند البلوغ وهو يختلف من طفل إلى طفل آخر وأما بالنسبة للأنثى فعلامات البلوغ ثلاثة أولها الاحتلام ثانيها ظهور الشاعر على العانة وثالثها بلوغ السن 15 سنة قمرية يسأل أحدهم ويقول حكم تأخير الصلاة إذا تأمن كتاب الله عز وجل لم نجد فيه وعيد لشارب الخمر أو السارق لأنها حدود يجب فيها العقوبة أما عن مؤخر الصلاة فقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فالآية الكريمة أثبتت أنهم مصلين ولكنهم يؤخرون صلاتهم عمدا عن أوقاتها التي حددها الله أما عن عقوبتهم ففي الحياة البرزخ أي في القبر يقف جنبه ملاكان ويوجد واحد ثالث على رأسه ويحمل صخرة فيضربها على رأسه حتى يشجه ثم تتدحرج هذه الصخرة فيأتي بها ويعود ذلك ويعود رأسه كما كان هذا في الحياة البرزخ أما في الآخرة فإنه يلقى في وادي الويل وهذا الوادي مليء بالعقارب والحيات تقول أعيش مع أولاد حماية وهل يجوز إذا شافوني بدون حجاب طبعا بدون قصد أو شافوني وأنا أجل الجلي السلف حاله حال أي رجل غريف في الطريق بل هو أشد حرمة لذلك الواجب عليك أن لا تتكشف أمامه ولا تتكلم معه إلا للضرورة وقد قال الله في ذلك ولا يخضعن بالقول فالأفضل عدم الاختلاط إلا للضرورة القصوة ولا يجوز أن يشاهد شعرك أو يدك أو أي شيء من جسدك يقول أنا حلفت يمين حرام يعني علي الحرام وقد كنت غاضبا فهل يقع هذا اليمين وما الحل قول الرجل علي الحرام يعود لنيته فإن نوى الزوج عند اللفظ الطلاق فقد يقع الطلاق وإن نوى فيه الظهار فهو الظهار وإن نوى فيه اليمين فهو يمين وأحكامه لا يسعنا أن نفصلها في هذا الأمر ولكن يعود الأمر إلى نية الزوج فإن نوى فيه الطلاق وقال علي الحرام فهو طلاق يقع فيه الطلاق على الزوجة تقول أعامل أبي بكل احترام وأحبه كثيرا لكن هو لا يحبني فما الحل بر الوالدين قرره الله عز وجل بعبادته فقال ولا تشرك بالله شيئا وبالوالدين إحسانا حتى لو كان هذا الأب مشركا وطلب منك أن تشرك بالله عز وجل فقد أجاب الله لك على هذا الأمر فقال وإن جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم ماذا تفعل فلا تطعهما ثم رضى الله عز وجل وقال وصاحبهما في الدنيا معروفا وهذه الآية تقرر أن الله أمر بحسن بر الوالدين ولو كان أحدهما مشركا ويدعو إلى الكفر فمن ساء إليك فقابل إساءته بالإحسان والدعاء له أن يهديه الله عز وجل جاءنا سؤال إذا كان المسلم يصلي وجاءت إلى جنبه قطة ولمسته هل بطلت صلاته لا تبطل الصلاة حتى تظهر نجاسة على الثوب أو المكان أو البدن فإذا ظهرت تلك النجاسة هنا وجب على المصلي أن ينحيها ويكمل صلاتهم فإن عجز عن ذلك يوقف صلاته ويزيل النجاسة ثم يعود إلى الصلاة هل اسم ملك حرام وكذلك تبارك وغيرها من الأسماء التي جاءتنا إلى القناة الأسماء المكروهة في الشراء اسمعوا إخواني الكرام كل اسم فيه تعبد لغير الله عز وجل كعبد الرسول أو عبد المهدي إلى غير ذلك ثانيا أن يكون مختص بالله عز وجل وصفاته كالرحمن والعليم والباسط ثالثا أن يكون معناه مذموما كحرب ومر وحزن رابعا أن يكون لا معنى له أو أنه من الميوع كزوز أو سوس أو فوف إلى غير ذلك من الميوعات خامسا وأخيرا أن يكون فيه تزكير النفس لقول الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم مثل ملك أو بر أو غير ذلك من الأسماء سألت أخت وتقول زوجي يريد أن يسافر ويترك أخوه عندي في البيت وعمره 22 سنة فهل يجوز ذلك؟ أيها الزوج اتق الله عز وجل ولا تدفع أخوك وزوجتك إلى ارتكاب الفاحشة فما أخل رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ولا تقول أخي هو يحمي عرضي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحم والموت الحم والموت انتبه يعني وجود الحم مع الزوجة هو أخطر من الموت أو أنه يمؤدي إلى الموت لأن الزنا عاقبته الرجم حتى الموت هل يحق لي أن أزيل الشعر الحاجب لزوجي؟ مع العلم أني متنقبة ولا أخرج من البيت ولا يراني أحد من الرجال إلا النزا فقط فهل يحل لي ذلك؟ الننص محرم إن كان للزوج أو لغير الزوج لكن يجوز لك أن تصبغيه أو تقصي الزائد منه أو تهذبيه بحيث يظهر مظهر لائد أما إزالته ورسم الحاجب فوقه فهو حرام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة حقيقة وصلنا إلى آخر الزمان تقول أخت زوجي حب عمة المتزوجة وعندها أولاد وهرب هو وهي من بيت زوجها وأنا الآن أقيم في بيت أهلي وصلي سنة على هذه الحالة فهل اعتبر مطلقة منه؟ وهل بطل العقد أم لا؟ أولا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتها فإذا تزوجها بالحلال فزواجهما باطل هذا أولا فكيف إذا هرب معها وارتكب الفاحش والله أعلم أما عن عقد الزواج بينك وبينه فهو باق على حاله ولكن يحق لك أن تطلب التفريقة وخاصة وأنت في هذه الحالة نسأل الله الهداية للجميع